قائمة منتخب مصر وعننات اليوم روي فيتوريا وعندك فيها بعض الكواريس تحديدة على العيبة المستبعدة زي حسين الشحات ويسر إبراهيم اللي كان الناس متوقع أنه ممكن يبو موضي بص يا كريم الناس شايفة أن القائمة مفاجئة لكن احنا دايما كل قائمة قبل بطولة أو قبل معسكر أي حاجة دايما القائمة بتبقى فيها مفاجئة حتى من قبل لو كنت بكلم عن أو زميل حسام زايد قال لي أن مثلا لو تفتكر في 2010 الناس كلها هجمة كابتن حسن على جده مش بدفع عن روي فيتوريا أو قائمة فيها أسماء كانت تستحق لكن عايزة تكلم عن أتنين تحديدا ياسر إبراهيم وحسين الشحات بالمناسبة أقولك بس اسم كمان عشان تروحت لحد جده البطولة اللي فاتت الناس انتقدت كلوس كيروش عشان محمد عبد المناء وفيه خبرات محمد وخد أفضل مدافع في البطولة يعني بالمناسبة بالزبط فالناس تكلمت على ياسر إبراهيم وعلى حسين الشحات ما أعلموا أن ياسر إبراهيم أصلا ما كانش في النية أن يبقى موجود في القائمة أصلا وكان هناك مفضلة أن لو هيدخل مدافع من النادي الأهلي كان هيبقى رامي ربيعة مش ياسر إبراهيم يعني الجاز الفني كان بيفكر أنه ده خرامي مايدخلش ياسر فياسر ما كانش في الحسابات أصلا فيما يخص حسين الشحات أيضا حسين الشحات الرجل النهاردة في المؤتمر فيتوريا تلع وقال إن حسين مصاب ولسه والقصة ما أنت عندك أحمد الشناوي واخده مصاب ولسه ومحمد الشناوي واخده مصاب ولسه هيتم تجهيزه عمر كمال عبد الواحد مصاب وهيتم تجهيزه واحمد حجازي رجع من صابة كبيرة بس على الأقل لعب فأنت عندك أكتر من لعيب موقفهم مشابه لموقف حسين لكن أنا ما أعلموا أنه هو برضو حسين ما كانش في الحسابات بعيد عن الإصابة مش عايز أقولها بس هقولها فيه الناس جوه الجهاز الفني المنتخب مصر بيشوفوا حسين الشحات مش لعب دولي لعب كويس بس مش لعب دولي أقول لك الخلاصة في دي بصراحة أنا أولا موضوع الإصابة أنا عرفت النهاردة أن حسين الشحات لما شافت قيمة زعل جدا وحزن جدا وحسين الشحات حسب الجهاز الطبي فقال له أنت هتغيب أسبوع فأسبوع دي مش هتبعدوش أبدا زي عمر كمال عشر تيام وزي ياسر بردو بس فيه نقطة فنية هي سهلة جدا بصراحة حسين الشحات الفاتر الخير دي كلها بيرعب جناح شمال هو بيأخد تقريباً في كل مركز روي فيتوري فناحية الشمال أنا عندي عمر مرموش ومحمود ترزيجي وناحية اليمين في محمد صلاح وممكن تحط عليه زيزو وين كان بيلعب تمانية ومعه مستوى فاتح فمستوى فاتح هتا البروفايل القريب من محمد صلاح عشان بيلعب إجلو الشمال فأنا خلاص أنا أنا لعلى اليمين مستوى فاتحي ومعه محمد صلاح وزيزو العشمال في ترزيجي وفي عمر مرموش فأكيد هو كان خيار ثالث يعني مثلا لو ما فيش تنزجي أو ما فيش مرموش كان ممكن تشوف حسين الشحات مصر يا دي النقطة الفنية اللي انت بتتكلم فيها ومنطقية ومنطقية طبعا يعني منطقية على تحديل القائمة وكانت واضحة أنا حتى قبلها بيوم اللي هو مبارح طلعت وقلت يا جماعة ما فيش حسين الشحات وكانت منتخب مصر من مبارح يعني هي أن هي كانت موجودة عند الراجل واخد قرار فيما يخص حسين الشحات تحديدا وفيما يخص ياسر يعني هو الراجل كان واخد قراره الخلافات أو اللي أخر النهاردة أعلان القائمة كريم أنه هو كان محترش وقف بعض المراكز زي حراسة المرمى مراكز تانية هي اللي كان فيها بالنسبة له خلاف خط الدفاع الخط النص لكن فيه العيبة هو كان حاسم الاختيار تماما باستبعده